اهلا بيكو في اول حلقة من ترافل اكسبرت عايز تاخد عائلتك كلها وتروح وتغير وجو بس مش عارف تروح فين تروح شليه تروح قتال تسافر برا مصر بس خايف موضوع الكورونا فعايز مكان ديجيب عايز تغير جو انتي عايزة تعملي هانيمون مختلف بس من السوق ما فيش بودجت انك سافري برا او في بودجت بس خايفة من فكرة الكورونا معايا هتشوفو اتلز اماكن جديدة جزر موجودة في مصر ممكن نكون بنشوفها على الصور بس مش عارفين هنلاقيها ازاي ونحجزها فين وعن طريق تاني تابعوني بعد الانترو هاقلوكو بكل اللي انتو عايزين وارجعنا لكم بعد الانترو بما اننا في اول حلقة لينا فقررنا نتكلم عن الشريحة الاكبر من المجتمع وهو اوتيل يناسب العيلة ويناسب البودجت لو احنا عدد كبير هنتكلم عن اوتيل تلات نجوم في قلب نعمة بي جوا شرم الشيخ هيقدم لك خدمة مقابل سعر معقول تابعو معايا علشان هنتفرج على شكل الاوتيل بيقدم لنا ايه الفسالة اللي فيه البيت عدد البول شكل القوط شكل الريسيبشن كل حاجة هنقولها خلوكم معايا في الفيديو نعمة بي احنا هنا في شكل القطيل من برة الدخلة بتاعته القطيل ده موقعه في اول نعمة اه عند البوابات من برة كده وبتضطر انك وانت رايح البيتش تمشي ربع ساعة تقريبا طبعا بتبقى في الشمس فلو هتاخد عربية دي ساعات بتبقى تكلفتها مش احسن حاجة احنا هنا في الاوتيل البوابات دي بتعديك في بوابة بتعديك على البسين وفي بوابة يمين وشمال بتعديك على الترق بتاعت القوض ودي القوض اللي ليها بلكونة اللي بتبقى على طبعا في قوض ليها بلكونات وفي قوض من غير بلكونات خالص القوضة الدابل بيبقى بتاعتها او تقدر تشيل اتنين فردين كبار وفردين اطفال لغاية عمري ست سنين بيبقوا فريه من بعد الست سنين لغاية حداشر سنة تسعة وتسعين يوم بيتحسب التفل بنص تمن الفرد الكبير آآ القوطيل نوعا ما على كونن هو تلات نجوم معقول يعني آآ الاساس بتاعه والحاجات بتاعته آآ كويسة مش مش متهلكة ومش بس حلو يعني يتقعد فيها آآ بنتكلم عن فكرة انه القوطيل مفهوش آآ مفهوش آآ ألعاب مائية مفهوش جم مفهوش كوافير للناس اللي بيفرق معاها الحاجات دي لكن هو في بس هي مش بتاعتكم يعني انت لما بتطلع وتحجز اقامة اللي هي فطار غدا عاشها بالمشروبات لو انت في قطيل خمس نجوم بتاخد الساونة فور فري مع الاقامة لكن في التلات نجوم مسلا انت مش بتاخدها فور فري ده البسين الكبير وفي بسين كمان وراه صغير يعني في بسين صغير للاطفال اللي هم من تلات سنين كده يبقوا واقفين فيه والبسين ده في قلب البسين الكبير بس طوله كويس يعني طوله الاطفال يقدروا يقافوا فيه وراه ورا البسين ده في بسين اطفال تاني آآ زي ما احنا شايفين هو طوله مدرج يعني من القصير لغاية اطول حاجة تقريبا مترين فمش هيبقى فيه مشكلة خالص لاي حد طويل لكن مفيش اكوا بارك زي ما قلنا والبيتش مش موجود في القتيل برضو زي ما قلنا البيتش رائع جدا هو ساندي انت بتمشو بتمشو ربع ساعة تقريبا من القتيل لكن مية البيتش في مكان متميز جدا يعني انت بيبقى متشارك معاك في البيتش او قدامك بتاعت قتلات فايف ستار فهو البيتش رائع وميته رائعة ومفهوش صخور في الارض تقدر تنزل براحتك لكن القتيل مش بيقدم هناك خدمة يعني انت مش عشان انت ممكن في القتيل فتروح تاخد من البار بتاع القتيل فور فري لكن بيسمح لك تشتري حاجات من السوبر ماركت وتدخل بيها بس يفضل وانتوا دخلين تشتروا الحاجة لانه اقرب سوبر ماركت بعيد عن البيتش شوية عشان ما تطلعوش تمشو في الشمس كتير آآ او ممكن تشتروا من البار اللي في البيتش نفسه آآ موجود كمان انه تقدر ترسم تاتو تعمل مساج يعني الخدمة دي موجودة على البيتش نيجي بقى للمطعم المطعم الفرايتي بتاعته بتبقى معقولة كويسة لازم لازم يتحط لكم انواع لحوم وفراخ مسلا يعني نوعين بروتين في المرة الحلويات بتاعته برضو معقولة يعني زي ما قلنا قيمة مقابل سعر الموضوع ما بيبقى يعني مش مش بس مش اللوكو برضو لطيف هو مش بيعمل حاجة مبتقرة بس على الاقل القتل مش سايكت خالص مش بالليل يعني القتل بالليل هتلاقوا فيه فيه مزيكة شغالة الرسابشن قعدته حلوة زي ما انتم شايفين كده الفسالة اللي في القتل كلها متاحة اعلى سعر ممكن يوصل له القتل ده في السيزن اللي هو في الاعياد يكون الف وخمسمائة في الليلة ودي اعلى حاجة ماكسما اقل سعر ممكن يوصل له تكون تمنمية او سبعمية وده في الايام اللي هي فترة الشتاء او اخر ايام اللي امتحانات في شهر تلاتة واربعة كده بس نبعد عن فترة الاعياد جينا للكلام المهم امت افكر في الاوتيل ده وانت وانفكرش في الاوتيل ده افكر في الاوتيل ده لو انا عايز حاجة قيمة مقابل سعر افكر فيه في حالة انه انا مش بيفرق معي انه البيتش موجود في الاوتيل او هقدر اتمشى او بستكفى بالبول افكر في الاوتيل ده لو انا من الناس اللي بيفرق معي الخروج كل يوم يعني بنزل وخرج لانه فعلا بتاعه فوق الرقع انت في قلب نعمة به طيب امت وانفكرش في الاوتيل ما فكرش في القتيل ده في حالة انه انا عايز جوه القتيل او ما بقدرش هتماشى والبيتش ده حاجة مهمة قوي بالنسباني ما فكرش في القتيل لو انا عايز خدمة 24 ساعة في ال 24 ساعة او عايز وجبات سناكس غنية وسط الاكل ما فكرش في القتيل في حالة انه انا فارق معي المساحات او من الناس اللي بتحب تقعد في القتيل فعايزة تستمتع اكتر حاجة بالفاسالتز الموجودة جوه القتيل وكده نكون وصلنا لاخر حلقاتنا ما ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا الحلقات الجديدة بتاعتنا اللي هاتفتكم كتير مع السلامة